بسم الله الرحمن الرحيم بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام بن رشد الحفيد يقرأه عليكم مصطفى بن حسن بن قناو الأزلي قال رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين الباب الثالث في الخلع واسم الخلع والفديات والصلح والمبارأة كلها تأول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوضة على طلاقها إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها والصلح ببعضه والفديات بأكثره والمبارأة بإثقاطها عنه حقا لها عليه على ما دعم الفقهاء والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة فصول في جواز وقوعه أولا ثم ثانيا في شروط وقوعه أعني جواز وقوعه ثم ثالثا في نوعه أعني هل هو طلاق أو فسخ ثم رابعا فيما يلحقه من الأحكام الفصل الأول في جواز وقوعه فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء والأصل في ذلك الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وأما السنة فحديث ابن عباث أن امرأة ثابت ابن قيث أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيث لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر بعد الدخول في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة خرجه بهذا اللفظ البخاري وأبو داود والنسائي وهو حديث متفق على صحته وشذ أبو بكر بن عبد الله المزاني عن الجمهور فقال لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى فلا جناح عليهم فيما افتدت به منسوق لقوله تعالى وإن أردتم استبدال ذوج مكان ذوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية والجمهور على أن معنى ذلك بغير الرضاها وأما برضاها فجائز فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه الفصل الثاني في شروط وقوعه فأما شروط جواذه فمنها ما يرجع إلى القدر الذي يجوذ فيه ومنها ما يرجع إلى صفة الشيء الذي يجوذ فيه ومنها ما يرجع إلى الحال التي يجوذ فيها ومنها ما يرجع إلى صفة من يجوذ له الخلع من النساء أو من أوليائهن ممن لا تملك أمرها ففي هذا الفصل أربع مسائل أما مقدار ما يجوذ لها أن تختلع به فإن مالكا والشافعية وجماعة قالوا جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوذ من قبلها وبمثله وبأقل منه وقال قائلون ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها على ظاهر حديث ثابت فمن شبهها بثائر الأعواض في المعاملات رأى أن القدر فيه راجع إلى الرضا ومن أخذ بظاهر الحديث لم يجز أكثر من ذلك وكأنه رآه من باب أخذ المال بغير حق وأما صفة العوض فإن شافعية وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجود ومالك يجيذ فيه المجهول الوجود والقدر والمعدوم مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبدو صلاحها والعبد غير المنصوف وحكي عن أبي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم وسبب الخلاف تردد العواض هاهنا بين العواض في البيوع أو الأشياء الموهوبات والمصابها فمن شبهها بالبيوع اشترط فيها ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع ومن شبهها بالهبات لم يشترط ذلك واختلفوا إذا واقع الخلع بما لا يحل كالخمز والخنذير هل يجب لها عوض أم لا بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع فقال مالك لا تستحق عوضه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجب لها مهر المثلي وأما ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها والأصل في ذلك قوله تعالى وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ وقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حجود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وشذ أبو قلابات والحسن البصري فقال لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تذني وحملوا الفحشة في الآيات على الذنى وقال داود لا يجوز إلا بشرط الخوف أن لا يقيم حجود الله على ظاهر الآية وشذ النعمان فقال يجوز الخلع مع الإضرار والفقه أن الفداء إنما جعل لمرأة في مقابلات ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل فيتحصل في الخلع خمسة أقوال قول إنه لا يجوز أصلا وقول إنه يجوز على كل حال أي مع الضرر وقول إنه لا يجوز إلا مع مشاهدات الذنى وقول مع خوف أن لا يقيم حدود الله وقول إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر وهو المشهور وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز فإنه لا خلاف عند الجمهور أن الرشيدات تخالع عن نفسها وأن الأمة لا تخالع عن نفسها إلا برضى سيرها وكذلك السفيهات مع وليها عند من يرى الحجر وقال مالك يخالع الأب على ابنته الصغيرة كما ينكحها وكذلك على ابنه الصغير لأنه عنده يطلق عليه والخلاف في الابن الصغير قال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز لأنه لا يطلق عليه عندهم والله أعلم وخلع المريضات يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها وروا ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله وقال الشافعي لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز وكان من رأس المال وإذا زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث وأما المهملة التي لا وصي لها ولا أبى فقال ابن القاسم يجوز خلعها إذا كان خلع مثلها والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها وشذ الحسن وابن سيرين فقال لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان الفصل الثالث في نوعه وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق وبه قال مالك وأبو حنيفة سوى بين الطلاق والفسق وقال الشافعي هو فسق وبه قال أحمد وداود ومن الصحابات ابن عباس وقد روي عن الشافعي أنه كناية فإن أراد به الطلاق كان طلاقا وإلا كان فسخا وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه طلاق وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات أم لا وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائنا لأنه لو كان للزوج في العدات منه الرجعة عليها لم يكن لفتدائها معنا وقال أبو ثور إن لم يكن بلفظ الطلاق لم يكن له عليها رجعة وإن كان بلفظ الطلاق كان له عليها الرجعة احتج من جعله طلاقا بأن الفسوق إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره وهذا الرجع إلى الاختيار فليس بفسخ واحتج من لم يره طلاقا بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال الطلاق مرتان ثم ذكر الافتداء ثم قال فإن طلاقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد ذوج هو الطلاق الرابع وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي قياسا على فسوق البيع أعن الإقالة وعند المخالف أن الآية إنما تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق لا أنه شيء غير الطلاق فسبب الخلاف هل اقتران العواض بهذه الفرقات يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسق أم ليس يخرجها الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام وأما لوحقه ففروع كثيرة لكن نذكر منها ما شهر فمنها هل يرتدف على المختلعات طلاق أم لا فقال مالك لا يرتدف إلا إن كان الطلاق متصلا وقال شفعي لا يرتدف وإن كان الطلاق متصلا وقال أبو حنيفة يرتدف ولم يفرق بين الفور والتراخ وسبب الخلاف أن العدات عند الفريق الأول من أحكام الطلاق وعند أبي حنيفة من أحكام النكاح ولذلك لا يجب عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها فمن رآها من أحكام النكاح ارتدف الطلاق عنده ومن لم يرى ذلك لم يرتدف ومنها أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على المختلعات في العدة إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب أنهما قال إن رد لها ما أخذ منها في العدات أشهد على رجعتها والفاق الذي ذكرناه عن أبي ثور بين أن يكون بلظ الطلاق أو لا يكون ومنها أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يتزوجها برضاها في عدتها وقالت فرقة من المتأخرين لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة وسبب اختلافهم هل المنع من النكاح في العدات عبادة أو ليس بعبادة بل معلل واختلفوا في عدة المختلعات وسيأتي بعد واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجات في مقدار العد الذي واقع به الخلع فقال مالك القول قوله إن لم يكن هناك بينه وقال الشافعي يتحالفان ويكون عليها مهر المثلي شبه الشافعي اختلافهما باختلاف المتبايعين وقال مالك هي مدعا عليها وهو مدعا ومسائل هذا الباب كثيرة وليس مما يليق بقصدنا الباب الرابع في تمييز الطلاق من الفسخ واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في التطليقات الثلاث وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين أحدهم أن النكاح إن كان فيه خلاف خارج عن مذهبه أعني في جوازه وكان الخلاف مشهورا فالفرقة عنده فيه طلاق مثل الحكم تزويج المرأة نفسها والمحرم فهذه على هذه الروايات هي طلاق لا فسخ والقول الثاني أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفريق فإن كان غير راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجيات معه لم يصح كان فسخ مثل نكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة وإن كان مما لهما أن يقيم عليه مثل الرد بالعيب كان طلاق الباب الخامس في التخيير والتمليك ومما يعد من أنواع الطلاق مما يرى أن له أحكام خاصة التمليك والتخيير والتمليك عن مالك في المشهور غير التخيير وذلك أن التمليك هو عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق وهو يحتمل الوحدات فما فوقها ولذلك له أن يناكرها عنده فيما فوق الوحدة والخيار بخلاف ذلك لأنه يقتضي إيقاع طلاق تنقاطع معه العصمة إلا أن يكون تخييرا مقيدا مثل أن يقول لها اختاري نفسك أو اختاري تطليقة أو تطليقتين ففي الخيار المطلق عند مالك ليس لها إلا أن تختار زوجها أو تبين منه بالثلاث وأن اختارت واحدة لم يكن لها ذلك والمملكة لا يبطل تمليكها عنده إن لم توقع الطلاق حتى يطول الأمر بها على إحدى الروايتين أو يتفرق من المجلس ورواية الثانية أنه يبقى لها التمليك إلى أن ترد أو تطلق والفرق عند مالك بين التمليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها أن في التوكيل له أن يعزلها قبل أن تطلقه وليس له ذلك في التمليك وقال الشافعي اختاري وأمرك بيدك سواء ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينويه وإن نواه فهو ما أراد إن واحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث فله عنده أن يناكرها في الطلاق نفسه وفي العدد في الخيار أو التمليك وهي عنده إن طلقت نفسها رجعية وكذلك هي عند مالك في التمليك وقال أبو حنيفات وأصحابه الخيار ليس بطلاق فإن طلقت نفسها في التمليك واحدة فهي بائن وقال الثوري الخيار والتمليك واحد لا فرق بينهما وقد قيل القول قولها في أعداد الطلاق في التمليك وليس للزوج مناكرتها وهذا القول مروي عن علي وابن المسيب وبه قال الزهري وعطاء وقد قيل إنه ليس للمرأة في التمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما روي أنه جاء ابن مسعود رجل فقال كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس فقالت لو أن الذي بيديك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنعه قال فإن الذي بيدي من أمريك بيدك قالت فأنت طالق ثلاثة قال أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمر ثم لقيه فقص عليه قصة فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيد النساء بفيها التراب ماذا قلت فيها قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب وقد قيل ليس التمليك بشيء لأن ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل وكذلك التخير وهو قول أبي محمد بن حزم وقول مالك في المملكة إن لها الخيارة في الطلاق أو البقاء على العصمات ما دامت في المجلس وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة فقهاء الأنصار وعند الشافعي أن التمليك إذا أراد به الطلاق كالوكالته وله أن يرجع في ذلك متى أحب ذلك ما لم يوقع الطلاق وإنما صار الجمهور للقضاء بالتمليك أو التخير وجعل ذلك للنساء لما ثبت من تخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يكن طلاقة لكن أهل الظاهر يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن التخير والتمليك واحد في الحكم لأن من عرف دلالة اللغة أن من ملك إنسانا أمرا من الأمور إن شاء أن يفعله أو لا يفعله فإنه قد خيره وأما مالك فيرى أن قوله لها اختاريني أو اختاري نفسك أنه ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونات بتخير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء لأن المفهوم منه إنما كان البينونات وإنما رأى مالك أنه لا يقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يرد به طلاقا إذا زعم ذلك لأنه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها وأما شافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا اعتبر فيه النية فسبب الخلاف هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية وكذلك فعل في التخير وإنما اتفقوا على أن له مناكرتها في العدد أعني في لفظ التمليك لأنه لا يدل عليه دلالة محتملة فضلا عن ظاهره وإنما رأى مالك وشافعي أنه إذا طلقت نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة أنها تكون رجعية لأن الطلاق إنما يحمل على العرف الشرعي وهو طلاق السنة وإنما رأى أبو حنيفات أنها بائنة لأنه إذا كان له عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة ولما قصد هو من ذلك وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في التمليك ثلاثا وأنه ليس للذوج مناكرتها في ذلك فلأن معنى التمليك عنده إنما هو تصير جميع ما كان بيد الرجل من الطلاق بيد المرأة فهي مخيرة فيما توقعه من عدد الطلاق وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط أو التخير فإنما ذاب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه لس واحطياطا للرجال لأن العلات في جعل الطلاق بأيد الرجال دون النساء هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوات عليهن مع سوء معاشرة وجمهور العلماء على أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق لقول عائشة المتقدم وروي عن الحسن البصري أنها إذا اختارت زوجها فواحدة وإذا اختارت نفسها فثلاث فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع أحدها أنه لا يقع بواحد منهما طلاق والثاني أنه تقع بينهما فرقة والثالث الفرق بين التخيير والتمليك فيما تملك به المرأة أعني أن تملك بالتخيير البينونة وبالتمليك ما دون البينونة وإذا قلنا بالبينونة فقيل تملك واحدة وقيل تملك الثلاث وإذا قلنا إنها تملك واحدة فقيل رجعية وقيل بائنة وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك فهي ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق أو كناية أو محتملة وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انتهى هذا المقطع من قراءة كتاب قداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام بن رشد الحفيد قرأه عليكم مصطفى بن حسن بن قناو الأزهري جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال